موسيقى رأة الصحافة من قناة الجزيرة في قطر وفي العنوين في فاينانشل تايمز البريطانية أكثر من مائة ألف شخص قتلوا في الشرق الأوسط خلال عام 2014 وفي لوفيجارو الفرنسية سوريا باتت في قبضة اقتصاد الحرب في القدس العربي وزير الخارجية المصري سامح شكري قد يزور المغرب لوأد الأزمة الأخيرة بين البلدين سيكون معنا في مرأة الصحافة من بيروت الزميل جوني طانيس صباح الخير الصحف اللبنانية لهذا اليوم تناولت موضوع الانتخابات الرئاسية المعطلة منذ مايو أيار الماضي وما قد يحمله الأسبوع المقبل من تطورات سياسية وأمنية نكون معك بعد قليل أهلا بكم في الفاينانشل تايمز البريطانية إحصاء يظهر أن أكثر من مائة ألف شخص قتلوا في الشرق الأوسط خلال عام 2014 ما يجعل منه واحدة من الأعوام الأكثر دموية في تاريخ المنطقة تقول الصحيفة إن من هؤلاء من قتل وهو قابع في بيته الذي هبط عليه برميل متفجر أو من أصيب عرضا برشق ناري خلال معركة ما أو من تلقى رصاصة واحدة في رأسه في إعدام ميداني وتتابع الصحيفة أن من هؤلاء أيضا من قضى بصاروخ ثمنه مليون دولار اعترض طريقه إضافة إلى من راحوا ضحية معارك في اليمن وليبيا وضحية المعارك والحرب الإسرائيلية على قطع غزة الرقم الذي كشف عنه مركز هانريك بول للأبحاث أشار إلى أن قرابة ربع من سقطوا في سوريا فقط هم مدنيون في صحيفة لوفيقارو الفرنسية تحقيق من دمشق عن حياة الناس فيها خلاصته أن سوريا باتت في قبضة اقتصاد الحرب بكل ما تفرضه العبارة من تبعات تقول الصحيفة إن مظاهر الرشوة والابتزاز والاختطافات والمضاربين باتت سيدة الموقف يوميا في حياة التجار ورجال الأعمال ويشتكي بعضهم من تعرضهم لضغوط وابتزاز من ضباط الجيش وعصابات السلاح لدفع أموال باهظة مقابل تخليص تجارتهم أو منحها الأمان وحتى من سائقي الشاحنات الذين باتوا يطلبون رواتب وعلوات كبيرة مقابل عملهم في ظروف الحرب وأدى هذا الوضع إلى تداخل المصالح حتى ذات الأعداء يقومون بأعمال تجارية فيما بينهم كأن تشتري جهات حكومية مثلا عن طريق وسطا قطنا أنتجه تنظيم الدولة في شمال البلاد وفق ما يقول نائب رئيس الوزراء السوري السابق عبدالله الدردري قصصت صحيفة التايمز البريطانية افتتاحيتها لمعاناة الشعب السوري وأبدت فيها تعاطفا واضحا مع اللاجئين داعية إلى السماح لهم بالوصول إلى الدول الأوروبية وبالخصوص بريطانيا في الظروف الحالية تبدو خيارات الغرب محدودة يبقى أن تحرك على صعيد السخاء الإنساني موافقة بعض الدول الأوروبية على استقبال أعداد من اللاجئين السوريين لا تكفي فالمطلوب أكثر خصوصا وأن أغلب هؤلاء الهاربين من سوريا طلاب ورجال أعمال ومن الطبقة الوسطى سيكون من الصواب استقبالهم لأنهم يستطيعون المساهمة في مجتمعاتنا ويجب أن يفعلوا استقبالنا لهم سيكون فعلا تضامنيا ليس فقط مع ضحايا حرب عجزنا عن وقفها بل مع جيراننا الأوروبيين الذين فتحوا أبوابهم لجزء من هؤلاء اللاجئين كتبت صحيفة لوفيجر أن الهجرة السرية أصبحت تشكل معضلة حقيقية لأوروبا وأحد أسباب ذلك هي الأموال التي تدرها على عصابات التهريب الصحيفة تنقل عن منظمة الهجرة الدولية أن المهربين يقبضون ما بين 2000 و 5000 دولار عن كل شخص مرشح للهجرة ما يعني أن قاربا من الحجم الكبير قد يدر على أصحابه أكثر من مليون دولار تضيف الصحيفة أن عصابات التهريب لم تعد تكتفي بالقارب الصغيرة مفضلة البواخر الكبرى التي تسع المئات ضمانا لمداخل أكبر وتوضح أن المهربين اكتشفوا طرقا جديدة تتمثل في الهرب من الباخرة عند اقترابها من الشواطئ ما يدل على فشل أساليب الاتحاد الأوروبي في معالجة هذه الظاهرة وحاجته إلى إعادة النظر فيها أما صحيفة ليبراسيون الفرنسية فتنقل عن المفاوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 200 ألف مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر البحر في 2014 يشكل هذا الرقم عشرة أضعاف رقم عام 2012 أكثر من 3400 لقوا حتفهم قبل الوصول السوريون يشكلون العدد الأكبر من المهاجرين الذين وصلوا يتبعهم الإيرتريون كما تقول الصحيفة وعدد السوريين الذين عبروا البحر تضعف في 2014 بـ 280% مقارنة بالعام الذي قبله الآن نتحول إلى بيروت ومنها مراسلنا جوني طانيوس يقدم لنا إجازا لأهم تصدر الصحف اللبنانية الصادرة هذا الصباح إليك جوني صباح الخير من جديد نبدأ هذه الجولة على أبرز وأهم عنوين الصحف اللبنانية من صحيفة النهار ونقرأ منها التالي لبنان يفرض فيزا على دخول السوريين اشتباك يتجدد بين وزيري الاقتصاد والصحة إلى صحيفة السفير ونطلع أيضا على أبرز وأهم العنوين فيها تمديد هادئ للمحكمة والحوار يستأنف الاثنين الرئاسة تطير مجددا بين الرياض وطهران إلى صحيفة المستقبل ونطلع على أبرز ما ورد من معلومات وعنوين في صفحتها الأولى دريان يدعو في المولد النبوي إلى اشتفاث داء القتل باسم الدين والمذهب ترابلوس تودع الأفندي وأخيرا إلى صحيفة الجمهورية ونقرأ منها التالي ثلاث جلسات حوار وانتخاب وحكومة ترابلوس تودع كرامي والإضاءة أكثر على هذه العنوين ينضم إلينا مدير التحرير في جريدة السفير السيد معتز ميداني سيد معتز أهلا بك معنا إذا جاز القول الأبرز هو الانتخابات الرئاسية المعطلة كيف وجدت معالجة الصحف لهذا الموضوع بالتحديد؟ طبعا هذا الموضوع يبقى في الأولويات على الصعيد السياسي اللبناني والإقليمي كل الدول تقريبا تدعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان ولكن هناك عقبات تتعلق بموازين القوى في المجلس النيابي الذي سينتخب هذا الرئيس إزهاء موازين القوى هذه لا تتيح لأي فريق أن ينتخب مرشحه منفردا بمعزل عن إرادة الفريق الآخر ولذلك لا بد من صيغة توافقية لانتخاب هذا الرئيس الصحف تتابع باستمرار هذه المسألة انطلاقا مما يستجد من حين إلى آخر من اتصالات دولية أو مشاورات إقليمية تتعلق بموضوع الرئيسة ومن هنا جاء عنوان صحيفة السفير أن الرئيسة بين الرياض وطهران تحديدا هناك نوع من الجولات المكوكية التي يقوم بها مبعوث فرنسي على هذا الصعيد هناك موضوع آخر تناولته تحديدا صحيفة النهار وهو الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها الأمن العام اللبناني بشأن دخول السوريين هل سيشكل هذا الموضوع مادة أعلمية في الأيام المقبلة؟ الواقع أن المعايير الجديدة التي فرضها الأمن العام لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان صدرت في آخر أيام السنة الماضية يوم 31-32 وبدأ تطبيقها في اليوم الأول من السنة الجديدة وكما هو واضح أن هذه المعايير مرتبطة بتوجهات وقرارات مجلس الوزراء القاضية بالحد من النزوح السوري إلى لبنان وبالتالي فإن دخول السوريين إلى لبنان يجب أن لا يكون بهدف النزوح إليه وإضافة المزيد من أعداد النازحين المتراكمة في لبنان لأن لبنان أعلن بوضوح أنه لم يعد يستطيع استقبال المزيد من النازحين طبعا هذه الشروط قد تكون فاجأت كثيرين من السوريين القادمين إلى لبنان لكنها تتعلق كما قلنا بتوجهات حكومية لبنانية للحد من النزوح السوري إلى لبنان وليكن لها تداعيات جدل سياسي كما هو واضح حتى الآن أن لا اعتراضات أو لا ملاحظات سياسية ضد هذه التدابير إذ أن هناك جماعا لبنانيا على الحد من النزوح السوري إلى لبنان موضوع الاشتباك بين وزير الصحة ووزير الاقتصاد خلفياته الحملة حملة السلامة الغذائية التي أطلقها وزير الصحة هل سيكون أيضا لها تداعيات أو ردود فعل في المرحلة المقبلة؟ طبعا هذا الخلاف الذي تفاقم بالأمس والذي بدأت ملامحه خلال جولة وزير الصحة مع وزير الزراعة في المرفأ بحضور رزير الاقتصاد هذا الخلاف المتفاقم لا بد أن ينعكس على العمل الحكومي وعلى إنتاجية مجلس الوسراء على صعيد المراسيم التي تتطلب توقيع 24 وزيرا لتصبح سارية المفعول سيد معتاز ميداني مدير التحرير في جريدة السفير أشكرك على حضورك معنا اليوم هذا كل شيء من بيروت عودة إلى الدوحة من بيروت جوني طانيوس شكرا لك ولضيفك رفض مصدر رسمي في تصريحات خاصة لصحيفة الغد الأردنية أن ينفي أو يؤكد ما نقلته تقارير إعلامية عربية وغربية عن قيام طيران التحالف الدولي فجر أمس الجمعة بعملية إنزال فاشلة بهدف تحرير الطيار معاذ الكساسب وأشدد المصدر على أن أي معلومات سيعلن عنها بالطريقة والوقت المناسبين وبما يراعي المصلحة الوطنية إلى ذلك أكدت مصادر حكومية أخرى عدم تلقيها أي أخبار سيئة تتعلق بمصير الطيار الكساسب أكدت لجنة الأمن البرلمانية العراقية حسب صحيفة المدى أن القوات المسلحة تبنت استراتيجية جديدة للعام الجديد تقوم على استعاب مقاتل العشائر وتسليحهم بهدف إشراكهم في تطهير مناطقهم من تنظيم الدولة الإسلامية كشفت اللجنة عن تدريب لوائين في قاعدتين عين الأسد والحبانية ولفتت إلى أن الانتصارات الأخيرة للجيش والحشد الشعبي ستزيد من اندفاع العشائر للتطوع ويرى النائب عن محافظة نينوى علي المتيوت أنه في حال وصول الأسلحة إلى جميع المقاتلين فإن قواتنا الأمنية ستتمكن من إنهاء تنظيم الدولة في جميع المحافظات خلال فترة ثلاثة أشهر فاصل قصير ثم نتابع مرآة الصحافة ابقوا معنا من جديد أهلا بكم أبرزت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن الإدانات الدولية والعربية والمحلية تواصلت بشأن تدخلات الإيرانية في شؤون البحرين مأتم العجم الكبير في المنامة وهو حسينية شيعية دان جميع التدخلات الإيرانية وأكد بيان صادر عن المأتم أن البحرين كانت وما زالت دولة المؤسسات والقانون وأضاف البيان إننا نقف وبكل قوة خلف قيادتنا مساندين جميع إجراءاتها الهدفة إلى حفظ أمن وسلامة الوطن نقرأ من صحيفة الحياة تأكيد سفير المغرب لدى القاهرة سعد العالمي أن ما بثته القناة الأولى والثانية المغربيتان الرسميتان عن مصر يقف وراءه شخص غير معروف يهدف إلى الوقيعة بين البلدين العالمي قال علينا أن نتدارك مواقع حفاظا على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين وينبغي الحذر من هذه المحاولات وأن نتحرد دقة وأن يركز الإعلام على ما يفيد العلاقات وأن يعمل للحفاظ على متانة العلاقات ولا يسيئ إليها أما صحيفة القدس العربي فقالت أنه ردا على هذه التطورات قال دبلوماسي مصري بالقاهرة إن وزير الخارجية المصري سامح شكري ربما يزور المغرب لوأد الأزمة الأخيرة بين البلدين أوضح دبلوماسي الذي تحفظ على كشف هويته أن الوزير كلف السفير المصري في الرباط أحمد إيهاب ببذل الجهود والمساعي بالتعاون مع المسؤولين المغاربة لوأد الأزمة وفي حال لم تتكلل تلك الجهود بالنجاح فإن الوزير سيزور الرباط بنفسه القيام بهذه المهمة في الڭاردين البريطانية مقابلة مع المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين تكشف فيها أنها تلقت تهديدا من السلطات المصرية بعد محاولتها نشر تقرير عن عيوب في النظام القضائي المصري تقول الصحيفة أن التهديد جاء في سياق تأكيد علم الدين أن تلك العيوب قد ساهمت في إدانة صحفي شبكة الجزيرة الثلاثة وتذكر الڭاردين أن علم الدين وهي زوجة الممثل العالمي جورج كلوني ومحامية محمد فهم أحد الصحفيين الثلاثة عبرت عن مخاوف من أن تتسبب العيوب نفسها في خاتمة غير مرجوة للمحاكمة المعادة وتذكر علم الدين في سياق حديثها عن تلك العيوب أن القضاء المصري غير مستقل وأنه يخضع لتأثير رجال السياسة ويتم فيه انتقاء قضاة معينين لقضايا معينة ذات طابع سياسي قال دبلوماسي عربي بلاده معنية بما يجري في ليبيا لصحيفة الشرق الأوسط إنه يتوقع تدخلا عسكريا فرنسيا في ليبيا وقال إن السؤال في باريس لم يعد هل ستتدخل فرنسا بل متى ستتدخل يضيف دبلوماسي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنا مستعد للريهاني على أن هذا التدخل سيحصل قبل انقضاء ثلاثة أشهر فيما أشارت مصادر عربية فرنسية تحدثت للشرق الأوسط في باريس إلى أن هناك اختلافا في الرأي والتوجهات بين وزارتي الدفاع والخارجية وبينما تتحمس الأولى لضربة عسكرية في ليبيا تبدي الثانية الحذر والقلق وتركز على مجموعة معوقات ترى فيها نذر مخاطر مقبلة يتعين الالتفات لها وتقييمها قبل الانطلاق في مغامرة جديدة لاحظت صحيفة الموندو الإسبانية أن الأزمة المغربية الفرنسية تفاقمت إلى درجة تجميد التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بعد تجميد التعاون القضائي على خلفية قرار القضاء الفرنسي استنطاق مدير المخابرات المغربية في ملفات تعذيب نقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة الإسبانية قوله إن تجميد العلاقة بين باريس والرباط لا يصب في صالح إسبانيا خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات وسرقة السيارات الفارهة وتؤكد المصادر أن إسبانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تطور علاقات أمنية مع المغرب في الوقت الراهن وتقوم بدور المخاطب بين شرطة المغرب وشرطة فرنسا في الفاينانشل تايمز البريطانية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيترك تداعيات ارتدادية على الوضع في باكستان تقول الصحيفة إن هناك مخاوف في إسلام أباد من أن يتسبب الفراغ الأمريكي في أفغانستان في تكريس واقع شبيه بالنموذج العراقي يعود على باكستان بالكارثة وتشير الصحيفة إلى تحذيرات لمحللين من أن آفاق المستقبل في باكستان مرتبطة بقدرة الرئيس الأفغاني أشرف غاني على قيادة بلاده في الفترة القادمة التي يتوقع أن تكون مضطربة وتنقل الصحيفة عن ضابط استخبارات باكستاني سابق خدم على الحدود مع أفغانستان أنه من البديهي أن يجد مسلح طالبان باكستان مساحة واسعة في أفغانستان لو خرجت الأمور هناك عن سيطرة حكومة كابل ذكرت صحيفة توالستريت جورنال الأمريكية أن الحكومات في أوروبا الغربية تجد نفسها أمام معضلة الكنائس الكاثوليكية المهجورة الصحيفة تتابع أن مئات الكنائس في أوروبا الغربية أغلقت أو بات عدد مرتديها في تراجع مستمر وتضيف أن الكنيسة الإنجليكانية أغلقت أكثر من عشرين كنيسة في بريطانيا خلال السنة الماضية بينما تخلت الكنيسة الألمانية عن نحو خمسمائة وخمس عشرة كنيسة خلال العقد الماضي وتحولت كنيسة القديس جوزف في مدينة أرنم الهولندية إلى فضاء لممارسة التزلج الصحيفة تختم بأن هذه الظاهرة تعكس تراجع الإيمان بالكاثوليكية في أوروبا مقابل استقرار في اليهودية وارتفاع نسبة معتنق الإسلام وهذه وقفة أخيرة مع الرسوم الساخرة ترجمة نانسي قنقر هذا كل شيء شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة أعلن بوضوح أنه لم يعد يستطيع استقبال المزيد من النازحين طبعا هذه الشروط قد تكون فاجأت كثيرين من السوريين القادمين إلى لبنان لكنها تتعلق كما قلنا بتوجهات حكومية لبنانية للحد من النزوح السوري إلى لبنان كما هو واضح حتى الآن أن لا اعتراضات أو لا ملاحظات سياسية ضد هذه التدابير إذ أن هناك جماعا لبنانيا على الحد من النزوح السوري إلى لبنان موضوع الاشتباك بين وزير الصحة ووزير الاقتصاد خلفياته الحملة حملة السلامة الغذائية التي أطلقها وزير الصحة هل سيكون أيضا لها تداعيات أو ردود فعل في المرحلة المقبلة؟ طبعا هذا الخلاف الذي تفاقم بالأمس والذي بدأت ملامحه خلال جولة وزير الصحة مع وزير الزراعة في المرفأ بحضور رزير الاقتصاد هذا الخلاف المتفاقم لا بد أن ينعكس على العمل الحكومي وعلى إنتاجية مجلس الوسراء على صعيد المراسيم التي تتطلب توقيع 24 وزيرا لتصبح سارية المفعول سيد معتاز مداني مدير التحرير في العراقية حسب صحيفة المدى أن القوات المسلحة تبنت استراتيجية جديدة للعام الجديد تقوم على استعاب مقاتل العشائر وتسليحهم بهدف إشراكهم في تطهير مناطقهم من تنظيم الدولة الإسلامية كشفت اللجنة عن تدريب لوائين في قاعدتين عين الأسد والحبانية ولفتت إلى أن الانتصارات الأخيرة للجيش والحشد الشعبي ستزيد من اندفاع العشائر للتطوع ويرى النائب عن محافظة نينوى علي المتيوتي أنه في حال وصول الأسلحة إلى جميع المقاتلين فإن قواتنا الأمنية ستتمكن من إنهاء تنظيم الدولة في جميع المحافظات خلال فترة ثلاثة أشهر فاصل قصير ثم نتابع مرآة الصحافة ابقوا معنا من جديد أهلا بكم أبرزت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن الإدانات الدولية والعربية والمحلية تواصلت بشأن تدخلات الإيرانية في شؤون البحرين مأتم العجم الكبير في المنامة وهو حسينية شيعية دان جميع التدخلات الإيرانية وأكد بيان صادر عن المأتم أن البحرين كانت وما زالت دولة المؤسسات والقانون وأضاف البيان إننا نقف وبكل قوة خلف قيادتنا مساندين جميع إجراءاتها الهادفة إلى حفظ أمن وسلامة الوطن نقرأ من صحيفة الحياة تأكيد سفير المغرب لدى القاهرة سعد العالمي أن ما بثته القناة الأولى والثانية المغربية الحملة حملة السلامة الغذائية التي أطلقها وزير الصحة هل سيكون أيضا لها تداعيات أو ردود فعل في المرحلة المقبلة؟ طبعا هذا الخلاف الذي تفاقم بالأمس والذي بدأت ملامحه خلال جولة وزير الصحة مع وزير الزراعة في المرفأ بحضور رزير الاقتصاد هذا الخلاف المتفاقم لا بد أن ينعكس على العمل الحكومي وعلى إنتاجية مجلس الوسراء على صعيد المراسيم التي تتطلب توقيع 24 وزيرا لتصبح سارية المفعول سيد معتاز ميداني مدير التحرير في جريدة السفير أشكرك على حضورك معنا اليوم هذا كل شيء من بيروت عودة إلى الدوحة من بيروت جوني طانيوس شكرا لك ولضيفك رفض مصدر رسمي في تصريحات خاصة لصحيفة الغد الأردنية أن ينفي أو يؤكد ما نقلته تقارير إعلامية عربية وغربية عن قيام طيران التحالف الدولي فجر أمس الجمعة بعملية إنزال فاشلة بهدف تحرير الطيار معاذ الكساسب وشدد المصدر على أن أي معلومات سيعلن عنها بالطريقة والوقت المناسبين وبما يراعي المصلحة الوطنية إلى ذلك أكدت مصادر حكومية أخرى عدم تلقيها أي أخبار سيئة تتعلق بمصير الطيار الكساسب صباح الخير من جديد نبدأ هذه الجولة على أبرز وأهم عنوين الصحف اللبنانية من صحيفة النهار ونقرأ منها التالي لبنان يفرض فيزا على دخول السوريين اشتباك يتجدد بين وزيري الاقتصاد والصحة إلى صحيفة السفير ونطلع أيضا على أبرز وأهم العنوين فيها تمديد هادئ للمحكمة والحوار يستأنف الاثنين الرئاسة تطير مجددا بين الرياض وطهران إلى صحيفة المستقبل ونطلع على أبرز موردة من معلومات وعنوين في صفحتها الأولى دريان يدعو في المولد النبوي إلى اشتثاث داء القتل باسم الدين والمذهب طرابلوس توديع الأفندي وأخيرا إلى صحيفة الجمهورية ونقرأ منها التالي ثلاث جلسات حوار وانتخاب وحكومة طرابلوس توديع كرامي والإضاءة أكثر على هذه العنوين ينضم إلينا مدير التحرير في جريدة السفير السيد معتز ميداني سيد معتز أهلا بك معنا إذا جاز القول الأبرز هو الانتخابات الرئاسية المعطلة كيف وجدت معالجة الصحف لهذا الموضوع بالتحديد؟ طبعا هذا الموضوع يبقى في الأولويات على الصعيد السياسي اللبناني والإقليمي كل الدول تقريبا في الفاينانشل تايمز البريطانية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيترك تداعيات ارتدادية على الوضع في باكستان تقول الصحيفة أن هناك مخاوف في إسلام أباد من أن يتسبب الفراغ الأمريكي في أفغانستان في تكريس واقع شبيه بالنموذج العراقي يعود على باكستان بالكارثة وتشير الصحيفة إلى تحذيرات لمحللين من أن آفاق المستقبل في باكستان مرتبطة بقدرة الرئيس الأفغاني أشرف غاني على قيادة بلاده في الفترة القادمة التي يتوقع أن تكون مضطربة وتنقل الصحيفة عن ضابط استخبارات باكستانية سابق خدم على الحدود مع أفغانستان أنه من البديهي أن يجد مسلح طالبان باكستان مساحة واسعة في أفغانستان لو خرجت الأمور هناك عن سيطرة حكومة كابل ذكرت صحيفة توالستريت جورنال الأمريكية أن الحكومات في أوروبا الغربية تجد نفسها أمام معضلة الكنائس الكاثوليكية المهجورة الصحيفة تتابع أن مئات الكنائس في أوروبا الغربية أغلقت أو بات عدد مرتديها في تراجع مستمر وتضيف أن الكنيسة الإنجليكانية أغلقت أكثر من 20 كنيسة في بريطانيا خلال السنة الماضية بينما تخلت الكنيسة الألمانية عن نحو 515 كنيسة خلال العقد الماضي وتحولت كنيسة القديس جوزيف في مدينة أرنم الهولندية إلى فضاء لممارسة التزلج الصحيفة تحيفة الموندو الإسبانية أن الأزمة المغربية الفرنسية تفاقمت إلى درجة تجميد التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بعد تجميد التعاون القضائي على خلفية قرار القضاء الفرنسي استنطاق مدير المخابرات المغربية في ملفات تعذيب نقلت الصحيفة عن مصدر في شرطة الإسبانية قوله إن تجميد العلاقة بين باريس والرباط لا يصب في صالح إسبانيا خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات وسرقة السيارات الفارهة وتؤكد المصادر أن إسبانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تطور علاقات أمنية مع المغرب في الوقت الراهن وتقوم بدهور المخاطب بين شرطة المغرب وشرطة فرنسا في الفاينانشل تايمز البريطانية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيترك تداعيات ارتدادية على الوضع في باكستان تقول الصحيفة إن هناك مخاوف في إسلام أباد من أن يتسبب الفراغ الأمريكي في أفغانستان في تكريس واقع شبيه بالنموذج العراقي يعود على باكستان بالكارثة وتشير الصحيفة إلى تحذيرات لمحللين من أن آفاق المستقبل في باكستان مرتبطة بقدرة الرئيس الأفغاني أشرف غاني على قيادة بلاده في الفترة القادمة التي يتوقع أن تكون مضطربة وتنقل الصحيفة عن ضابط استخبارات باكستاني سابق خدم على الحدود مع أفغانستان أنه من البديهي أن يجد مسلح طالبان باكستان مساحة واسعة في أفغانستان لو خرجت الأمور هناك عن سلحة